الإعلام في الجزائر ليس فقط أنه دجال ويكذبون أكثر مما يتنفسون ومستعدين يقلبوا الحق باطل والباطل حق ولكن في مثال قناة العار لبالمناسبة أطلب من كل جزائر حر وكل جزائرية حرة يحب هذه البلاد أن يلغي قناة العار من بيته أو من نكتبه أو من المقهى أو من المحل لأنها قناة كذب وتزوير كلهم قناوات كذب لكن قناة العار هي الأبشع وهي الأفضع وهي الأسوأ من كان يحب هذه البلاد وأرض هذه البلاد أرض الجزائر فليلغي قناة العار من بيته وليلغيها من محله أو من تجارته أو من مقهى فلا يلقى الله بمزيد من الذنوب والجرائم ولا يترك في هذا الوطن مزيد من الفساد وينشر الفساد خاصة الناس لعندهم مقهى وعندهم مطاعم وعندهم نوادي خاصة هؤلاء يتحملوا وزر وش يديروا هما ويزيدوا الناس اللي يحتموها عليها قبل قليل نقرأ في خبر في إحدى الجرائم هيا ما نسموهاش أسمعوا الخبر تعال بش يوريك يعني الإعلام بش حبيده نقول بأن هذا الإعلام ليس فقط فيه الكذب والخداع والمكر وتقديس الحاكم ولكن أيضا الرداء مخالاتهم رديعين لما تقارن الصحافة المكتوبة في الجزائر أو حتى القنوات ما نقولوش مع الأوروبيين ولا الأمريكيين ولا الأسيويين نقولوا فقط مع تونس المغرب ودويلات أخرى حتى تجد واحدة الرداء غير معقولة شوفوا الخبر وش يقول الجزائر خامس قوة عسكرية بحرية هذا هو العنوان ما هو العنوان؟ الجزائر خامس قوة عسكرية بحرية الخبر كما هو أفاد موقع جي أف بي المتخصص بالشؤون العسكرية أن البحرية المصرية هي الأولى في حوض البحر المتوسط من حيث عدد القطع البحرية بأكثر من ثلثمائة قطعة فيما تأتي الجزائر المفروض فيما تأتي الجزائر في الموقع الخامس لأن العنوان الجزائر خامس قوة عسكرية بحرية فيما تأتي الجزائر في المرتبة السابعة بالنسبة لبلدان البحر المتوسط العنوان يقول لك المرتبة الخامسة المضمون المرتبة السابعة أروح أنت أفهم وين موج قل عنوان فوقهم بعد 20 سطر باش تلقى هذا الخبر لا الخبر أصلا في 5 سطر وهذا الكلام في السطر الثاني هاد الكلام في السطر الثاني ردا غير مسبوق ما تفهمش باش يكتبوا بيديهم ولا بجليهم ولا ما تفهمش هل هناك من يراقب هذي الجرائد هنا هناك مراقب هل هناك من يتابع ما يكتب ما تفهمش هذي الموجود إذن في العنوان الجزائرية خمس قوة أسكرية بحرية في البحر المتوسط في المضمون هي في الرطبة السابعة انت كي تسمحاك تحسبها من الرطبة السابعة بلاك من خمسين ستة لا ربما من 11 دولة أو 12 دولة يعني في النصف الثاني في النصف الآخر بسا علاش في العنوان هكذاك لأننا معارفين كثير من الناس يقرأوا غير العناوين فيمر تمر الكذبة ترجمة نانسي قنقر